يَعْبُلِ السُّرَّابِ مُطَرَكَةٍ مِنَا نَوَلِنَا 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 نظم المجلس الكاثوليكي لرعوية الشباب للروم الكاثوليك لقاءً روحياً جمع فيه قادة الشبيبات في المملكة وكان تحت عنوان قوي إيمانك وفي دير الرهبان الفرنسيسكان بجبل نيبو في محافظة مادبة التأم القادة مع عدد من الأباء الفرنسيسكان للتأمل والصلاة كما أقيم قداس إلهي ترأسه الأب فراسح جزين الذي تحدث في عظته للشباب عن المعنى الروحي لكي يكونوا قادةً ملهمين للآخرين خلينا دائماً حبنا الأول مع يسوع ولقاءنا الأول مع يسوع اللي نشجع دائماً يكون فيه هو من خلال القداس ولكن نعرف مين لازم اللاقي يسوع أو ما من اللاقي في القداس هو يسوع واجتمل اللقاء أيضاً على تأملات واعترافات وجلسات حوارية وحلقات عمل ومحاضرة قدمها الأب حجازين الأمانة هي عملها مستقبلاً حتى فعلاً تخدم الرعاية تخدم شبيباتها بالطريقة المسيحية بالطريقة الإدارية السليمة لذلك اللقاء التنشأ اليوم كان يتركز عن القيادة وفعلاً أخذنا القائد المثالي في حياة الشبيبات اللي هو المفروض يكون السيد المسيح وكل شاب أو صبية عندهم المسؤولية للقيادة في شبيبتهم أنه يحملوا لهم هالتعليم المسيح ويكون هو مرجعية لهم في التعامل في العمل حتى الشبيبات تكبر بحب المسيح وبالقيادة السليمة حلو اللي عم بصير أنه عم بصير تعارف وبصير في شغل أكبر شبابين كل شبيبات الروم الكاتوليك في المملكة وهذا الحكي إن شاء الله سيععنكس لقدام على شغلنا كمجدس كاتوليكي وكرجلة شبيبة نحن اليوم مجتمعين بدر الرهبان الفرنسكان بجبل نيبو مسؤولين جبابات الروم الكاتوليك بالأردن كان اليوم هو اللقاء التنشئ الثاني للمسؤولين نحن بلشنا بشهر عشرة كان لقاء الأول هي سلسلة لقاءات راح تكون حبينا اليوم يكون بجبل نيبو بساعد شوي المكان على التأمل وهيكا الراحة النفسية يمكن الأهم من هذا اللقاءات اللقاء التنشئ هو إعداد جيل قادة بيقدر أنه يدير ويرأس مجموعات الشبيبة في الأردن ويحضر جيل آخر للقادة يحضر جيل آخر للكنيسة يحضر جيل يخدم الكنيسة والمجتمع والرعاية فاليوم خلال اللقاء التنشئ الذي يركز على القادة يركز على القيادة الذي هو القادة الأعظم هو يسوع المسيح ويهدف هذا اللقاء الذي يقام للمرة الثانية إلى تحضير قادة الشبيبات وتعريفهم بالمعنى الحقيقي لأن يكونوا قادة مثاليين يتحملون مسؤولياتهم وأن يكونوا دائما على مثال السيد المسيحي في حياته المترجم للغايا شكرا